بسم الله شايفة يا برج التور انه امورك الصحية جيدة في شعور بالشباب بالصحة برد النظر عن عمرك سواء كنت كبير او صغير في منكم اللي رح يبدأ بنظام غدائي جديد لصحته وكذلك عم شوف في ناس منكم توقفوا عن ممارسة الرياضة فالورقة تدعوك للعودة لممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة انك تعمل انشطة رياضية تتسلق الجبل شغلات هيك كذلك يجب على بعضكم يا برج التور انه يغير الاطعمة المصنعة ويستغنى عن الوجبات السريعة لانها عم تضروا بصحته خطوصا بالنسبة للنساء اللي عندهم مشكل هرمونية كذلك الورقة هادي هي مؤشر على اخبار سارة فيما يخص صحة اذا كانش حدا يعني عم يتابع الطبيب او عم يستنى حمل او ولادة فهي اخبار سارة كذلك كذلك تشير هاد الاوراق اللي طلعت لكم يا برج التور الم study او مرض او نشاط بدني كبير ف يجب اتباع حميا او نظام غدائي جيد يتماشى مع جسدك ك season على نتائج سريعة. كذلك ممكن تشير أحياناً لحالة طوارئ وشيكة تحتاج منك إلى تدخل سريع. كذلك في ملكون يعني اللي راح توصلوا أخبار حلوة عن حمل كان عم ينتظرها من مدة وهي أخبار يعني سارة. كذلك عم شوفي برج الطر أنه في ملكون اللي عم بعاني من ضغوطات نفسية وتعبان هيك نفسياً من علاقة يعني علاقات سواء كانت مع الأسرة ولكن أنا شايفة أكثر أنك بتحب حدا يعني منفصل عنه يعني الشيء وعم تستنى أخبار سارة منه رسالة هيك شغلة هيك عاطيني الورق. فإن شاء الله راح يكون خير يا برج الطر. أما فيما يخص العمل أنا عم حاولي يكون سريعة فيما يخص العمل يا برج الطر. عم شوف شوية خداع صاير في بيئة العمل حواليك يا برج الطر. في بعض الزملاء يعني من حولك يحاولون نشر الأكاديبي خلف ظهرك أو سرقة مشاريعك أو أفكارك أو حتى ممكن يكون أصدقائك متورطين في أشياء وأنت لا تعلم. فالورقة الثالو بيئلك أنت لازم تستخدم قدراتك على التكييف الحيلة والمرونة والذكاء الحاد لتضع نفسك في المقدمة اللعبة أي كانت. قال عندي ورقة يعني السرقة فأنت يا برج الطر يعني كن حذر من السرقة. الورقة الثالو بيئلك كن حذر من السرقة أو السطو والاحتيال أو إنك تراهن بفلوسك يعني بشغلة أو باستثمار في الوقت هذا. كذلك ورقة الثالو بيئلك أنه أنت يعني شخص لائق لمهن التمريد والرعاية الفن الاستشارة يعني التشافي يعني في مجال الإبداع والموضع. وكذلك يحذرك من الدخول في صفقات مالية معقدة. فهذا هو الوقت المناسب لتتطلع لمنصب جديد يليق بك فيجب عليك أن تكون ذكيا وأن تبحث عن فرص فإذا انتهزت الفرصة وعملت بجد فستجني أكثر مما أنت تعتقد. يا برج الدور وفي منكم كذلك اللي عم بيدور عشغل فالتارو بيئلك في فرص جاية بطريقك فقط كن مستعدا لها. هذا فيما يخص العمل الحين سوف نمر بسرعة إلى الأسرة في منكم يعني قبل ما مر للأسرة في منكم اللي زعلان يعني في مجال العمل. يعني كأنه مش راضي عن العمل كأنه مش لاقي عمل عم شوفه يعني زعلان وكأنه مش لاقي عم بيدور ومش لاقي عمل وعم بيدعي الله كرمال يعني أنه يلاقي شغل بيليق بيه شخصيا ويكون مرتاح فيه. أما فيما يخص الأسرة يا برج الدور ففيما يخص الأسرة يا برج الدور في منكم اللي حاسس عم شوفه حاسس بالثقة والأمان في علاقاته رغم يعني أنك عملت شغلات كثيرة للوصول إلى هذه اللقطة فمنكم اللي أم في منكم اللي هو بينتمي لأسرة. عم شوفكم أشخاص رائعين كذلك في منكم اللي عندوا مشاكل بالعيلي كأنه الناس اللي حواليه ما عم يفهموه. في اللي عم شوفه حاسس بالوحدة وعم يحاول يلاقي حل وسط للموضوع هذا. كذلك عم شوف يا برج الطور في ترترة يعني حواليك وبظهرك وانت حاسس بالموضوع وشاكك ولكن عم تحاول تتجاهل الموضوع. وكذلك في منكم اللي نفض صبره خلاص. وكذلك في اللي عندوا يعني مشاكل بالإخوة. أو الزوء أو زوجة الأخ يعني. فشايف يا برج الطور إنه في عندك انتصار ورح تمسك زمام الأمور. كذلك في عندك أمنية رح تتحقق. فأنت أزرى بالأمنية هذه يا برج الطور إن شاء الله خير إن شاء الله يتحقق الشي اللي في بالك. كذلك في منكم اللي عم شوفوا إنه حاسس بإحساس بالفقتان من موضوع عاطف في جوات قلبه. وعم يحاول يعني يبين حاله أقوى ومتزن وصامد. لأنه فعلا برج الطور هو يعني قوي ومتزن. وحساس بنفس الوقت حتى إذا كانوا الناس يعني ما شايفين الصفة هذه يعني وعاطفي كثير. كذلك في منكم اللي واخدوا وقته عم بيفكر تفكير عميق. وما عم يحكي كثير يعني كيف ما بتشوفه يعني. بيدل قاعد لحاله كثير يعني عم بيفكر بطرق يعني كأنه عم بيفكر طريقة النجاة أو الخروج من الموضوع هذا. هو يعني واخد الأمور ببساطة وهادئ ومتوكل على الله. فأنت يا برج الطور أنت طالع لك ورقة الحب ورقة في أمنيات ستار. فأنت محتاج تعمل استشفاء وتتقرب من الله. وانت أصلا مرتبط بالله كثير. وبالدعاء وتتوكل عليه كليا وما تخلي اليأس إنه يسيطر عليك. وكمل الدعاء يعني إنه في منكم اللي عم يدعي الله شايفاه. ويعني كأنه في دعوة خاصة عنده بدوا إياها. إن شاء الله خير يا برج الطور. فاللي عنده يعني كذلك مشاكل مع الأم وكيف ما عندكم عم تشوفوا. مع الأم مشادات يعني في صعوبات في التواصل. مع الأم مشاكل مع الوالدة هيك شغلات والأمور رح تكون طيبة يا برج الطور. الحين يا برج الطور رح نمر لما هو عاطفي. لنشوف إن شاء الله خير. حقيقة أنا شايفاك يا برج الطور من خلال الأوراق هذه. في تعليقات إجتني إنه ما يعني أعمل هذا الصوت في الورق. يعني طاقتك بشكل عام هي جميلة جدا. كأنك متوازن بالمقارنة مع الفترة الماضية. بالرغم من إنه عندي هون في شخص تعبان. يعني الشخص هذا مر بضروف صعبة. وحاسس حاله تعبان. وكأنه إن جراح صار معه شي. بس عم شوفوا يعني عم يشغل حاله بشغلات. ممكن شغل البيت ممكن دراسة ممكن عمال وزعلان. في من كون زعلان من موضوع. وشايفاك إنسان حلو عم تعمل خير وبتفكر بشغلات حلوة. وهذا الزعل شايفاك إنه كأنك زعلان على شي حدا. فبشكل العام يا برج الدور شايفاك متوازن أكثر من الفترة الماضية. كذلك شايفا منكم اللي مر بتجربة وتخطاها ولكن لسا مؤثر عليه. شايفاك مهتم بشغلك ورغم إنه في جواتك زعل وغضر من شي صار. كذلك شايفاك إنسان حلو بتعمل أعمال خير. في منكم اللي زعلان على علاقة. فالحبيبي يا برج الدور شايفا عم يتطلع عليك وعم يراقبك. فكأنك قاعد زعلان على شخص صار معه شي. والشخص هذا انت شايفو كتوأم الروح. فبالرغم من هالشي فشايفا فيك يعني انت متوازن أكثر. في منكم اللي بيعمل استشفاء. ميديتيشن بيصلي يعني كذلك في اللي منعزل بيعمل تأمل استرخاء. أشياء من هذا النوع. فأنا شايفاك متوازن رغم إنه يعني ممكن تكون خرجت من علاقة. بسبب أو الحبيب تركك وراح. كذلك شايفا في تواصل روحي بينك وبين الحبيب. يا برج الدور. أو حتى انت ممكن تكون خرجت من العلاقة هذه. اكتشفت خيانة. خداع أو طرف ثالث فات على العلاقة. أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج. كذلك شايفا منكم اللي تخلى على كل الأشخاص. والأشياء التي لا يستفيدوا منها ولا تنفعوا. كأنه خلاص تغيرت. وأصبحت أكثر حكمة وأكثر اتزان. خصوصا بعد الصراعات والتعب النفسي اللي تعررت له يا برج الدور. كأنه في منكم اللي مل. يعني مليت من كل شيء حواليك. وما عد بدك صراعات تصدعك. تزعجك. من أي نوع. وصرت عايز الهدوء. وراحة البال. وتفكر براحزك أكثر. شايفاك يعني عايز تعمل تغيير جو. لأنني شايفا يعني في منكم اللي إما بسافر. أو عم بفكر يسافر. أو أنت فعلا سافرت. كذلك في منكم اللي في علاقة تلاسية. العلاقة هذي نتج عنها مشاكل. فمثل ما شفنا. مثل ما شفنا. في منكم اللي بعلاقة تلاسية. ونتج عنها مشاكل. وانت قررت بعد لحد ما الشخص هذا ياخد قرار. فكأني شايفاك يعني اختفيت. ولكن بعدك عم تراقب يعني الحبيب. وبتفكر فيه. والوضع هذا كان مزعلك. وبعدك كذلك يعني مزعلك. يعني لسه زعلان. ولكن على الأقل انت حاسس انك أكثر توازن. وشايفا اللي منكم كان بيحب الحبيب كتير. ومتعلق فيه كتير. خصوصا انك يا برج الضور إنسان عاطفي. بالرغم من إنك ما بتبينش الموضوع ده. وشخص طيب كتير وروحانية برج الضور. كذب ممكن يكون هذا طليقك يعني زوجك أو حداك. كان بدك ياه يكون معك والحين انتم متباعدين. عن بعض. فهنا شي كأنش عم شوف يعني فيه طرف ثالث موجود معكم أو بيناتكم. ممكن يكون الطرف هذا أي كان. كذلك عم شوف يعني فيه طاقة الدعاء. هم شوف طاقة الدعاء إلى الله والتقرب منه. فواضح في عندك أمنية حابب إنها تتحقق. وهنا كيف ما شوفنا قلنا في موضوع الأسرة يا برج الضور في عندك أمي رح تتحقق. وهنا طلع إنه كأنه في عندك أمنية حابب إنها تتحقق. فممكن أن تكون يعني عايز شخص معين. فهناك مساعدة رح توصلك يا برج الضور. رح تجيك من السماء. فممكن تكون الفترة اللي فازت كنت واخد جنب وقاعد لوحدك فيه كذلك منكم. اللي يعني إن عزلوا شوي وبيعملوا الشفاء لروحهم الداخلية. هم يقرأ قرآن إلى آخره. فأنا شايف الحبيب بعد وبيفكر فيك وبيراقبك على السوشيال ميديا. ومفتقدك بصراحة. وفي مين كون بصراحة اللي عنده رجوع. في رجوع لمن كون عنده رجوع. وفي عهد زواج. قلت لكم في البداية إنه طلعت عندي ورقة زواج في مين كون اللي عنده عهد زواج ورح تكونوا سعيدين. مهم. فأنا بصراحة يا بوجدوش شايفيك الفترة هذي في من كون اللي عم بمر بمفترك الطرق. ولكن لسه بتفكر يعني في الموضوع. فشايفاك لحد اللحظة هذي طلعت من الوضع أو الأزمة على الأقل. اللي حاسس بالتوازن النسبي. وتركت شغلات يعني ما كانتش مناسبة لك. ولكني شايفاك لازلت في طاقة الانتدار. فإذا كنت بتنتظر شخص بتحبه. أو بتستنى. ياخد قرار بخصوص علاقة ثلاثية. يعني بخلوط زواج. فحاليا في الفترة هذي لألكون مش شايفا قرار نهائي. في الفترة هذي يعني إنه الحبيب رح ياخد قرار في الموضوع هذي. لأنه عم بيفكر. فممكن يكون في شخص بيناتكم. أي في طرف تالي سواء كان الزوجة. أو الشخص هذي اللي انت معه يا برج الطور متزوج. يعني أو حتى أب أم. والموضوع هذي مش سهل عليه عشان ياخد القرار هذي. كذلك عم شوفي علاقة ثلاثية ما بين برج الجوزاء و برج الطور. و برج الجوزاء متزوج. هذي الشغلة هذي واضحة عني. و برج الجوزاء هذي لأخبرك. وأنا متأكدة من كلامي. الناس اللي عنده النقطة هذي. شايفة إنه برج الجوزاء بيحبك أنت كبرج الطور. و بده ياك أنت. و بفكر فيك أنت. رغم إنه هو متزوج. و هو ضايع يعني. و مش مرتاح يعني بزواجه. حبيت شير هذي النقطة هذي. لأنه واضحة عندي. فممكن يعني ياخد هيك شي حركة يبعت رسالة وشغلة. لأنه مش واضح عندي. بالضبط هو بيفكر يعمل هالشي. أنا شايفك يا برج الطور في الفترة هذي. أنت مهتم بالعمل. بالروحانيات. فيه اللي بيعمل تعديلات على نفسه. يعني تقويم أسنان. تنظيف. تبييض. ليزر. يعني أشياء خاصة بالتجميل. لأنه هذي قراءة عامة فبتطلع لي شغلات يعني حتى. كذلك فيه من كون اللي عم شوفوا لابس ماسك. واضح عندي فيه من كون اللي لابس ماسك بيخدع من ناس اللي حواليه. كيف؟ يعني كأنه لابس ماسك مش حقيقي. يعني فيه من كون اللي انسحب من العلاقة واختفى وعامل حاله مش فارقة معاه. ولكن هو بيحب الحبيب متباعد عنه وبيراقبه على السوشيال ميديا. وبدو يرجى للحبيب. ولكن الظروف مش سمحة.